تلقى وزير الخارجية سامح شكري اتصالا من أمين عام الأمم المتحدة أنطونيو جوتريش وذلك للتشاور وتنصيق الجهود للحد من الأزمة في غزة واحتواء تداعيتها انطلاقا من حرص ومسؤولية الأمين العام في حفظ السلم والأمن الدوليين وذكر المتحدث الرسمي باسم وزارة الخارجية سفير أحمد أبو زيد أن شكري أعاد التأكيد خلال الاتصال على رفض مصر الكامل لمحاولات التهجير القصري للفلسطينيين داخل أو خارج أراضيهم من جانبه ثمن جوتريش الدور الذي تطلع به مصر في التعامل مع الأوضاع الأمنية والإنسانية المتردية في قطاع غزة منذ بداية الأزمة الراهنة وما تبذله من جهود لتسهيل عملية دخول المساعدات إلى مستحقها في القطاع في أسرع وقت